نحن ندين التصرفات الإيرانية في المنطقة إيران تسعى لنشر الفوضى في العالم العربي إيران حاضن للإرهاب وداعم له تلك هي أشهر التعليقات الأمريكية في الأوينة الأخيرة تجاه إيران وسياستها في المنطقة من سوريا إلى لبنان إلى العراق واليمن والسعودية أخيرا وليس آخرا تجاوزات إيرانية عديدة وتعليقات أمريكية لا يعتبرها المتابعون بحجم تلك التجاوزات وهي التي بلغ أقصاها فرض عقوبات اقتصادية أو إدراجا على لوائح الإرهاب الدولية فبعد تبرير الرئيس الإيراني حسن روحاني للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي مؤخرا فيما اعتبره نوعا من أنواع الرد على السعودية أدان البيت الأبيض مؤخرا إطلاق الحوثيين لصواريخ على المملكة العربية السعودية معتبرا أن تلك الأعمال من شأنها تهديد أمن المنطقة وأنها تصاعب من الوصول لحل سياسي فيما يخص هذا الملف يأتي هذا بعد إعلان الرياض عن معلومات تفيد بأن الصاروخ الذي أطلق قبل أيام هو صاروخ إيراني من طراز قيام ووصفته بأنه نوعا من الأسلحة التي لم تكن موجودة في اليمن قبل الصراع في إشارة إلى أن هذا النوع من الصواريخ تصل إلى اليمن من إيران وهدفها زعزات الأمن في المنطقة وقد اعتبرت المندبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان صدر عنها بهذا الخصوص أن إيران دائما ما تخترق قرارات مجلس الأمن الدولي وتحدثت هيلي عن أن قوات الحرس الثوري الإيراني بإمدادها المقاتلين الحوثيين في اليمن بهذا النوع من السلاح تنتهك قرارين لمجلس الأمن دفعة واحدة